حدثت القصة بعد زمان عيسى عليه السلام وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قليل حيث كان ملك سبأ يجلس في شرفة قصره مهموما سيد الملك عيدوس العصفة الرملية تشتد أليس من الصواب أن تدخل إلى قاعة العرش المغلقة لكم أحس بالكآبة يا عرنوس ما الذي يشعرك بالكآبة يا مولاي؟ الأمطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحدر إلينا سيولا ثم تضيع في الصحراء العطشاء ألا ترتوي تلك الصحراء أبدا؟ يجب أن نجد طريقة لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحلة صيد؟ قد تزيل عنك بعض الكآبة لا مانع أعد المؤانا للسافر غدا أقترح يا مولاي أن نعود إلى القصر ولكننا لم نصد شيئا بعد المؤن التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العودة ولماذا لم تتجهز وتحضر المزيد من الطعام والشراب؟ أحضرت يا مولاي ولكننا نسافر الآن منذ عشرة أيام هل تريد الصحراء أن تتحداني؟ يجب أن أجد طريقة لقهرها أريد أن أمحو ذلك لون الأصفر الكريه كما تحب يا مولاي أريد مقابلة كبير المهندسين فور عودتي من الرحلة انظر معي يا مولاي لا أفهم شيئا يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقدة الأمر في غاية البساطة سنبني سدا يحجز الماء في الأودية عند هطول الأمطار فنستخدمه طوال العام عظيم المهم أن تنجز بناء السد بسرعة معذرة يا مولاي هذا مستحيل ماذا؟ أتعصي أوامري؟ بل أخبرك بالحقيقة العلمية هذا البناء سيستغرق عشرات الأعوام عشرات الأعوام؟ وربما المئات لن نكون في الغالب من أهل الدنيا حينما ينتهي البناء وما الفائدة إذن؟ الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض موافق ابدأ في العمل فورا ومرت بالفعل مئات السنين تغيرت فيها الدنيا ورحل الملك الطيب صاحب فكرة بناء سد مأرب وجاء غيره لينعم بخيرات السد انظر إلى ثمرة عملنا غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء بينما نزداد نحن جوعا وفقرا لا تنطق بكلمة مزيقاء هذه وإلا دخلنا السجن الكل يعرف أن الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسه ما غيره كيف حالك يا عثمان يا صاحبي؟ في الحقيقة أشعر بملل قاتل لماذا لا تجرب السفر؟ أسافر إلى أين؟ الأرض كلها من حولنا مليئة بالحدائق وأشجار الفاكهة الناضجة معك حق شيء يبعث على السؤم ما دمتما تشعران بالملل والفراغ عودا إلى العمل أي عمل يا سيد عارف؟ الزراعة هل نسيتما؟ أنا أعمل الآن في صنع السلاح عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمة بالأحجار الكريمة وأنت يا زهران أظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق ثم إنني مشغول بصنع النبيذ الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقة اللهم ارفع مقتك وغضبك عنه ذهب الرجل الأقرع وطلب منه أن يقص شعره أضحك الله سنك يا سمو الأمير مزحة مبتكرة لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك أقدم لك يا أبي أصدقائي الجدد عثمان تاجر سلاح عظيم سنعتمد عليك في أن تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما إلى ذلك هذا شرف عظيم يا مولاي أما زهران فهو أفضل من يصنع الخمور المعتقة إذن نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا خادمك المطيع ورهن إشارتك يا مولاي لماذا أنت شار دنيا كبير المهندسين؟ وما الذي يشغلك؟ يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينة من حقك أن تفتخر به؟ أنت الذي أتممت بناء السد ليتني ما أتممته وليتني لم أكن مهندسا لماذا أيها الحكيم؟ كنت أحسب أنك تفخر بالسد كان السد نعمة لكنه كان نعمة تحمل في طياتها ألف شر مدجج بالسلاح أفصح أيها الحكيم لا نفهم كلامك لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبداً ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟ ليتنا بقينا فقراء صابرين هذا أفضل كثيراً من الأغنياء الجاحدين هذا كثير لقد نسينا كيف نشكر الله لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسان الشكر أنت تبالغ يا كبير المهندسين اشرب كأسك ودعك من هواجسك أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأخضر تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟ ها هو تفضل وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم أين ابننا مالك؟ يوزع الهداية على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر يا له من أحمق المفروض أن يتلقى الهدايا في يوم ميلاده إنها فكرتي أنا حتى يزيد حب الناس له ويتهيأ لقابوله حاكماً بعد عمر طويل أخشى أن يحبه الناس أكثر مني وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلاً أفضل فأر فأر أفزعتين أن يدها الحمقاء إنه مجرد فأر صغير وليس أسداً سيفترسون بل إنه أخطر من الأسد إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارد يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا جميلة ابنة الوزير بيننا أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة سأفعل بكل تأكيد لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة إنه عقاب الرب على الشر والفساد إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة كبيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟ رأيت الأمر أدفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي عندي حل يا مولاي تحدث يا كبيرة تجاري السلاح أقترح أن ننشر السم الزعافة في كل أراضي سبأ فنقضي على الفئران قضاء مبرمى ولكننا سنقضي على المحصول أيضا وسيموت كل من يأكل منه نمنع الناس من الأكل في هذا العام وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل ما رأيكم في الاقتراح؟ أرفضه يا مولاي ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمنا لأنها تستخدم في صناعة الخمور والحل؟ عند اقتراح يا سيدي تحدث يا سيدة سبأ الأولى سنربي عددا كبيرا من السنانير القطط والمعروف أن القطة بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها وبهذا تحل المشكلة يا لك من امرأة داهية تعجبني هذه الفكرة الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة دعني أنظر بنفسي يا لها من كائنات مخيفة أها أقصد مثيرة للشمئزاز القطة تهجم يا مولاي لا زالت تهجم إنها تقترب إنها تقترب من الهدف رائع عظيم انتصار ولا أجمل هزيمة ساحقة للفئران إنه يوم تاريخي في حياة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ما أطيب الهواء الليلة يا زوجة الغالية طريفة لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية ترى لماذا؟ لأنها آخر مرة أراك فيها يبدوه أن حادثا خطيرا سيحدث إلى أين تذهب يا مولاي؟ انتظرني لا تتركني وحدي ما أفضح صوت الرعب إلى أين أذهب؟ لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت يا إلهي لقد كان حلما لا بل كان كبوسا فضيعا إنه نزير الشؤم يجب أن أحذر الملك في الحال أمي، ماذا جرى؟ مالك، هل أنت بخير يا بني؟ بكل تأكيد لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟ لقد رأيت كابوسا مفزعا في نومي حدثيني، حدثيني عما رأيتي رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أسعق ثم وقع لشيء إلا أحرق ثم بعد هذا إلا الغرق هل هذا شعر؟ لقد أضعت وقتي معك أين أبوك؟ أظنه يجلس في آخر الحديقة انتظريني يا أمي سأتي معك عثمان لا أحد يدخل على الملك الآن أمرك يا سيدتي ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق السمع والطاعة يا سيدي ما الذي جرى؟ هل جننتما؟ استمى إلي جيدا يا عمر عمر فقط؟ دون ألقاب؟ ليس هذا وقته يا أبي أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد تكلمي يا طريفة هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟ لقد رأيت تفضحا وسلحفا في الحديقة ها ما رأيك الآن؟ رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجرون حلم بصاعقة وضفاضع كبيرة تقف على قدميها ماذا أفهم أنا من كل هذا؟ والنور والظلماء والأرض والسماء إن الشجر لتالف وسيعود الماء إلى ما كان في الضهر الثالف ومن أخبرك بهذا؟ أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد وما علامة ذلك؟ تذهب إلى السد فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا سأذهب إلى جسم السد لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضاث أحلام لقد ماتت الفئران كلها أكلتها القطط منذ زمن ليتني أفهم يا مولاي ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟ هذا ليس من شأنك معذرة لن أتكلم أرجو هذا سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل هل تريد أن أصحبك يا أبي؟ ابقى أنت وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء أمرك يا أبي الحمد لله كل شيء طبيعي عادت الفئران؟ إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها خمسون رجلا إنها النهاية 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 وقف الملك عمر بن عامر حائر لا يدري ماذا يصنع أبي أبي هل أنت بخير؟ ابقى مكانك يا مالك سأتي إليك لقد أصبنا جميعا بالقلق أنت تقف مكانك منذ وقت طويل وتنظر إلى أسفل ربما لم أنتبه للوقت ماذا رأيت بأعلى الجبل؟ لا شيء لا شيء يجب أن أجلس مع طريفة لنبحث أمرا في غاية الخطورة ولا أريد أن يزعدني أحد أمرك يا أبي فأر يسحب صخرة ألم أقل لك؟ إن له مخالب وأنيابا يا طريفة هذه كلها علامة سيئة خذ هذه الزجاجة وانظر إليها فإذا امتلأت الرمال فاعلم أن النهاية قد اقتربت الرمال ملأت الزجاجة فعلا متى تتوقعين هلاك السد؟ خلال سابع سنين إذن علينا أن نعمل بسرعة وجدتها فكرة لا تخطر بعقل الشيطان ما هذه الرسالة؟ إنها دعوة من الملك عمر بن عامر لوليمة في قصره ولماذا لم يجعل حامل الرسالة يبلغك شفاهة؟ إنها السفاهة والتبذير انظري الدعوة مكتوبة بماء الذهب صحيح ذهب حقيقي والناس بالآلاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد ألن تتوقف أبدا عن آرائك المعارضة؟ سيتغير كل شيء سيحل غضب الله على الظالمين السلام عليك يا أبي ومولاي اجلس يا مالك لا يصح يا أبي أن أجلس وأنت قلت اجلس واستمع إلي جيدا أمرك الليلة يجتمع كل الكبراء والسادة في سبأ لقد دعوت الناس جميعهم وعن قصد لحيلة في رأسي أية حيلة؟ لا يوجد وقت لأشرح لك هل تثق بي وتقن أنني أحبك وأعمل ما فيه لصالحك؟ بكل تأكيد يا أبي إذن افعل ما أطلبه منك الآن عارضني في كل شيء أقوله وأنازعني على الطعام واخطفه من أمامي فإذا سببتك سبني كيف؟ افعل ما أمرك به وإذا ضربتك اضربني بكل قسوة وشراسة لك مني السمع والطاعة يا أبي ذهب رجل أقرع ليقص شعره يا لها من مسحة رائعة بل هي سخيفة كقائلها سمعناها ألف مرة من قبل ظننت الأمير يقصد أقرع آخر غير الأول أميرك هذا أحمق وثقيل الظل أقول أحمق وثقيل الظل وأكلت ما يكفيك اليوم هذا طبقي ولن أتنازل عنه الطعام كثير يا مولاي الأمير ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم أرجوك لن آكل إلا من هذا الصحن وأنا لن أسمح لك يا لك من صبي الوقح خذ لتتعلم الأدب وخذ أنت أيضا يا مزيقاء كيف تجرؤ على ضربي وإهانتي اتركوني لأذبحه لا لا يا مولاي لا تصل أبدا إلى ذبح ابنك الأمير مولاي أستحلفك برب عيسى أن تكتفي بضربه أو عزله ولكن لا تصل إلى القتل اخرس اخرس أيها الرجل المخرب لن أسترد هيبتي وكرامتي إلا إذا قطعت رأسه اقطع رأسي أنا بدلا منه هذا التدليل هو الذي أفسده بل أنت الفاسد أرجو يا سمو الأمير أن تسكت أرأيتم؟ أعطوني السكين أتعصوني جميعا؟ تمنعونني من تأديب ولدي؟ إذن سأغادر هذه الأرض التي يحال فيها بين الأب وابنه سأهاجر وأتركها لكم وداعا يا من كنتم بلادي هل تصدق ما جرى بالأمس؟ كنت أظن غضب الملك مؤقت لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد ومن سيحكمنا؟ هذا أمر لا يعنيني آسف يا أبي لأنني صفعتك لا عليك جمعنا مبلغا عظيما من المال هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا أيضا لا سنحتاج إليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الزهب متى نرحل يا أبي؟ عندما نبيع باقي الأراضي والقصور لماذا لا تأكل يا أبي؟ ذهني مجغول يا ابنتي عندي أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة لقد حدثت أمور عجيبة بسرعة أربكتني وأريد أن أتأملها بهدوء ماذا تقصد؟ الملك عمر بن عامر يعشق الحكم والسلطة والأرض الخصبة فما الذي يجعله يترك كل هذا ويهاجر؟ أحس بالإهانة كما رأينا جميعا وحيل بينه وبين تأديب بلده العاق هذه حيلة لا تنطلي علي لقد بدأ الملك والأمير وكأنما اتفق على هذا التشاجر أمامنا ولماذا يفعلاني ذلك؟ هذا ما لا أفهمه السد يجب أن أذهب إلى هناك أبي أبي أخفض صوتك المفترض أنك هجرت هذا القصر خوفا مني ها ماذا تريد؟ أريد أن أكرر أسفي يا أبي لأنني صفعتك لا عليك هل حزنتما كل الحقائب والصناديق؟ نعم هذه للطعام وتلك للفاكهة قلت ألف مرة قللوا من المتاع لا نريد أن نسير في قافلة من ألف جمل ويرانا كل أهل سبأ هل نترك الطعام؟ زادنا في الرحلة؟ معنا من الذهب ما يشتري كل شيء قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء أمرك يا أبي هيا هيا يا أمي سأحن إلى تلك الأرض الطيبة ليس هذا وقت المشاعر حني إليها فيما بعد هيا هيا لدينا أعمال كثيرة يا حضرة الوزير لحظات ويمضي كل منا إلى حال سبيله ما الذي ينبغي علينا ملاحظته؟ ها هو انظرا انظرا إنه مجرد فأر أين ذهبت القطط؟ إنه ليس فأرا واحدا بل جيشا من الفئران انظرا الفأر يقلب صخرة بل ويقضمها بأسنانه إنها فئران مفترسة كالأسود وقد تؤذي البعض ليس هذا هو الخطر المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب هل تظن أن الماء قد يتسرب؟ ليتك لم تسأل أغيثونا أغيثونا هيا اذهبي بعيدا عن قصري إنه قصري أنا أيضا لقد اشتريناه معا أنا التي أحمل مفتاح القصر الملك عمر بن عامر باعه لنا معا أثبيتي زيل كيف أثبت وقد رحل الملك؟ إذن ارحالي أنت أيضا قبل أن أمر الحراسة بتردك الماء انهار السد إلى أين نهرب؟ النجدة النجدة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من بني إسرائيل أحدهم أبرص أبرص يعاني من مرض جلدي والثاني أعمى والثالث أقرع لا ينبت الشعر في رأسه مرحبا بك يا عزرى يا سيد شمعون جئت إليك راجعا المصاهرة لأتزوج إحدى ابنتيك ماذا لديك من المال؟ ليس لدي مال أدخره ولكنني قوي البنيان وأعمل أجير عند من يطلبني انظري إلى هذا الأقرع الذي يريد الزواج بواحدة منا ليس أقرع فحسب وإنما أيضا فقير لحظة سأسأل الفتاتين تفضل يا سيدي تفضل تسألنا عن ماذا يا أبي؟ لم يبقى غير هذا الأقرع ليتقدم إلينا؟ إلى هذا الحد تريد أن تتخلص منا؟ أقرع؟ اخفض صوتكم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون السلام عليكم يا سيد ليشان ماذا تريد أيها الأبرص؟ إن لي اسم ينادين الناس به وهو ميخة فلماذا تناديني بمرضي؟ لأنك أبرص وأخشى أن تعديني إن مرضي لا ينتقل برد السلام اختصر الكلام فأمامي عمل كثير سمعت أنك تحتاج إلى مساعد يعاونك في بيت العطور طلبك مرفوض أيها الأبرص لماذا؟ إنني مجتهد ومخلص هل جننت؟ إنني أبيع العطور العطور فمن يشتري مني إذا كان مساعدي أبرص؟ تؤذي رؤيته الناس هيا ابتعد عني هيا الأرزاق بالله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أيها الناس ألا يوجد من يدلني إلى طريق السوق؟ انظري يا اليورا إنه أعشر الأعمى أنت تعرفين اسمي يا باتية فلماذا تنادينني بالأعمى؟ ما هذا اليوم العجيب؟ يبدأ بأقرى وينتهي بأعمى هيا انضي عني وتركاني أبحث عن شخص يدلني إلى طريق السوق سقطت في الوحل يا أعمى شكرا لكم على هذه المساعدة أنا الذي مددت لك يدي وجلبتك من الماء لا أدري كيف أكافئك الأمر بسيط أعطني نقودك لا أملك شيئا للأسف أتعرف أن الذي مد إليك يده أبرص لقد أذاك بالمساعدة ما الذي يضحكك إلى هذا الحد يا أقرع؟ أقرع وأبرص وأعمى؟ إذن الحال من بعضي ألستم جائعين؟ آه إنني أتدور جوعا إنني أشم رائحة التمر شيء طبيعي فنحن نجلس تحت نخلة أيها الأعمى إذن ليتسلق أحدكم النخلة ويلقي إلينا بالتمر وسنحفظ له نصيبه ولماذا لا تتسلقها أنت؟ إنني أعمى لا أرى موضع قدمي وأنا أبرص كيف أمسك التمر بيدي؟ وأنا أقرع وأخشى على رأسي من أشعة الشمس حجة فارغة يجب أن نتعاون معا وإلا هلكنا جوعا صدقاني لماذا لا يرد علي أحد؟ آه ليتني أجد عملا ولكن من يقبل أن يستعين برجل مريض مثلي؟ وبعث الله ملكا من السماء إلى الرجل الأبرص ما هذا الضوء المبهر؟ طمأنه الملك الكريم وقال له أي شيء أحب إليك؟ أحب الأشياء إلي؟ آه لون حسن وجلد حسن ويذهب عني ذلك المرض مسح الملك الكريم جلد الرجل فشفي من المرض وذهب عنه البرص هل هذه يدي؟ وهذا جلدي حقا؟ الحمد لله قال الملك أي المال أحب إليك؟ إنني أحب الإبل ولكن من أين لي بها؟ أين ذهبت يا سيدي؟ إنها ناقة الناقة التي تمنيتها يا كرم الله قال الملك بارك الله لك فيها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وذهب الملك الكريم إلى الأقرع أرجوك أن لا تؤذيني وإن كنت أظن أن ذلك النور والبهاء لا يأتي إلا بكل خير وقال له أي شيء أحب إليك؟ شعر حسن ويذهب عني ذلك القرع الذي جعل الناس يهزأون بيه ما هذا الذي ألمسه بيدي؟ من هذا الشاب الجميل؟ هو أنا؟ شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب قال له الملك فأي المال أحب إليك؟ البقر البقر يساعدني في فلاحة الأرض ويطعم صاحبه ويسقيه كيف جاءت هذه البقرة إلى هنا؟ قال الملك قبل أن ينصرف بارك الله لك فيها ما هذا الريح الطيب؟ هل عادت إفرات؟ أم أن في كوخ المتواضع ملك من السماء؟ أعاد الملك على الأعمى نفس السؤال أي شيء أحب إليك؟ أن يرد الله إلي بصري فأرى الناس من حولي لماذا تمسح بيدك على عيني يا سيدي؟ آه 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 إنني أرى إنني أرى ها هو المرعة ها هي السماء ها هي السماء التي طالما تخيلتها لا لا إنها أجمل من الخيال سبحان من هذا خلقه وسأل أي المال أحب إليك؟ الغنم لكم وددت أن أكون راعي لله؟ ها سبحان الله الحمد لله على ما أعطى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أخذ كل واحد من الثلاثة عطاء الله ومضى في طريقه وتحقق الدعوة الملك الكريم بالبركة في الرزق لماذا تأخر عزرة عن الظهور؟ أشهر بالضمأ الشديد عفوا أيتها السيدات فالبقرة والدت اليوم وهي تحتاج إلى إرضاع وليدها بارك الله لك انظري إلى شعره الحريري الذي يتطير مع النسيم لنذهب إلى ميخة فلبن الإبل أفضل وألاز من لبن البقر لقد أحضرت لك يا سيد ميخة أفضل أنواع العطور وأغلاها أخشى أن تؤذي جلد هذه العطور الرديئة لا يا سيدي أقسم لك أنها مستخرجة من أفضل أنواع الزهور وأجملها رائحة لا حاجة لي بها إذن خذها هدية هدية؟ وما مصلحتك في هذا؟ إذا عرف الناس أن سيد ميخة صاحب أجمل وجه يستخدم عطوري لتهافت على شرائها إذن سأقبلها يشرفني يا سيدي أن أطلب الزواج بابنتك الطيبة إفراط يا ولدي أنت تملك واديا من الغنم ونحن فقراء لا نملك شيئا على كل حال يجب أن أسأل الفتاة عن رأيها وهل لي رأي بعدك يا أبي؟ هذا الخجل دليل القبول بارك الله لكما وأبعد عنكما وساوس الشيطان أخيرا رأيت وجهك الجميل وستصبحين زوجة لي يا إفراط ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وعاش الثلاثة في نعمة عظيمة ثم جاء وقت الامتحان أتى الملك الكريم في صورة رجل أبرص فقير انتظر يا من تطرق الباب لست واقفا خلفه والقصر كبير السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام نعم ماذا تريد؟ أنا رجل مسكين وانقطع بي الحال في سفري فلا نجات لي اليوم إلا بالله ثم بك اختصر أرجوك ما طلباتك؟ أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتعيش به في سفري ناقة كاملة يا للجرأة هل جنينت؟ هيا اذهب كأني أعرفك أنت أيها الفقير تعرفني كيف؟ ألم تكن أبرص يستقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله بالطبع لا إنما ورثت هذا المال أبا عن جد إن كنت كاذبا أدعو الله أن يعيدك إلى ما كنت عليه أين القصر؟ وإن وادي الإبل؟ أنت أيها الأقرع ماذا تريد يا هذا؟ ألا تعرفني؟ أنا السيد ميخة أغنى الأغنياء بل كنت أغنى منك بوادي البقر قبل أن يضيع كل شيء في لحظة هل أنت صاحبي عزراء؟ ولكن أين شعرك؟ جاءني رجل أقرع يسألني حسنة ولكنني رفضت أن أعطيه الذي جاءني كان أبرص آه هذه صورتنا القديمة التي نسيناها وتنكرنا لها من قال أنني كنت أبرص؟ انظر إلى يديك يا إلهي ما هذا الجلد القبيح؟ أقبح منه قلبك أيها البخيل لم يعد إلا هذا الأقرع ليسخر مني لولا خشيتي من أن ألمس جلدك لضربتك حتى الموت ألم يرى أحدكم زوجي عزراء؟ زوجك عزراء؟ آه آه نعم إن له علامة مميزة شعر كالحرير هيا يا أختي نبحث عن زوجينا في مكان آخر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون وجاء الملك الكريم إلى الثالث في صورة رجل أعمى احذر أن تسقط في النهر يا سيدي رجل مسكين وابن سبيل كلنا مساكين وأبناء سبيل يا عماه لا تتعجب كنت أعمى مثلك أستحلفك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة تعينني في سفري المال مال الله خد ما شئت ودع ما شئت فوالله لم أمنع عنك شيئا أخذته من الله أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له منه بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق عير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون بعد وفاة أب الأنبياء آدم عليه السلام استمر الناس على عبادة الله وحده ومرت السنون السنة تلو الأخرى وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا إلى أن تدخل الشيطان كعادته ليفرق الناس بالشرك بعد أن كانوا أمة واحدة وكان هناك خمسة رجال صالحين يدعون الناس لعبادة الله وكان الناس يحبونهم ويستمعون إليهم وعند وفاتهم افتقدهم الناس وكان هذا أول مداخل الشيطان بينهم لماذا لا ترسمون لهم صورا أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين آه نصورهم نعم أليسوا شيوخكم نعم هم أولياء الله الصالحين قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكرهم وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان فأصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا سأذبح لك الذباح وأهب لك العطاء ولكن اشف لي ولدي ياود أتوسل إليك ياود اشف لي ولدي ياود أنت أول معبود في الأرض اشف لي ولدي ياود وهكذا كانت الأرض في انتظار أول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان سيدنا نوح عليه السلام فهو أول الرسل وهو من أولي العزم من الرسل وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ماذا تريد منا يا نوح نحن لا نريد أن نعبد إلهك هذا لا حاجة لنا به لن نعبد إلا آلهتنا هيا ذهب من هنا أنت يا نوح مجنون المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا لا يكل ولا يمل أبدا من دعوته قاصدا بذلك وجه الله الواحد الأحد لا أدري لماذا يرفضون دعوة أبي لتوحيد الله يا سام هؤلاء قوما ضلوا عن طريق الهداية فلا تحزن يا أخي فقد باءوا بأوزارهم حتى أمنا تقول عن أبينا إنه مجنون هذا هو الأمر المؤلم يا سام عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة والتكذيب من قومه ما زال نوح يدعو إلى توحيد الله والبعد عن عبادة الأصنام هيا ذهب من هنا أنت يا نوح المجنون هكذا قالت زوجتك والها ونوح على صبره وإيمانه يدعو لهم بالمغفرة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ابتعد عنا يا مجنون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ولكن نوح لم يكن أبدا ضاجرا مما يفعلون وما زال يدعو لهم ولا يدعو عليهم يا إلهنا نسر أدعوك أن تزوجني فأنت إلهنا والقلوب بيدك وأنا سأعطيك حتى ترضى يا نسر لماذا أنت لا تنطق وقد اشتد إعراض قوم سيدنا نوح له وازداد إذاؤهم له ولمن اتبعه فجاء أمر من الله لنبيه لبناء السفينة وأمره بأن يغرس شجرا وأن ينتظره فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر مئة عام ثم قطعه وبنى السفينة في أربعين عاما وقيل في مئة عام وكان خشب السفينة من خشب الساج وقيل من الصنوبر كان نوح النجار صناعته أن يصنع من الأخشاب ما يشاء وهو الآن يصنع سفينته تصنع سفينة في الصحراء يا نوح يواقل هذا حتى لما شرع في بناء الفلك كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه هاي اذهب من هنا أنت يا نوح مجنون فاصبر يا نوح إن نصر الله قريب ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم افتعد عنا أيها المجنون وذهب لبناء السفينة في الصحراء أنت من جعلت من صديقة والها امرأة تعيسة بأفكارك هذه فانصرف عنا انصرف هيا واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام طوال فترة دعوته بالرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق هيا بنا ليذهب إلى هذه السفينة ونسخر من نوح تصنع سفينة في الصحراء يا نوح أيعقل هذا؟ من الذي دعاك لهذه الخرافة؟ سنجمع أبناءنا ليلعب فوق هذه السفينة مجنون إنك رجل مجنون ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين اذهب عنا أيها الرجل المجنون أنت رجل سفيه أي إله هذا الذي تريد منا أن نعبده؟ يا له من يقين كبير لدى أبينا يا حام إن أبانا يا يافث هو أول الرسل يجب أن نعمل مع أبينا بكل جد وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمنوا بدعوته وهكذا ساعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة حام وسام ويافث فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تل وسنوات ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبدا رغم مرور مئات الأعوام على ذلك واجتمع كبار القوم وأذرياؤهم يتشاورون كيف يمكنهم رد نوح عليه السلام عن دعوته وإغرائه بالمال والسلطة غدا سنعرض الأموال على نوح وأنا لا أعتقد أنه سيرفضها لا يمكن أن يرفض عرضا مثل هذا فما جمعناه له من أموال يفق أموالنا جميعا ولكنه رجل عنيد عنيد قبل أن يرى الأموال فالمال أقوى مما تتخيل في تغيير نفوس البشر أجل غدا سيغير نوح عقيدته ويعبد آلهتنا وبعد أن جاءوا لنبي الله نوح ورفض جميع عروضهم من متاع الدنيا عجب القوم منه وبدأوا الحديث عنه كيف يرفض نوح كل هذا المال يوالها نوح بالتأكيد سيرفض كل هذه العروض وما هو السبب وراء كل هذا التعند من نوح لأنه مجنون مجنون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ماذا تقول يا أبا مهدي؟ كيف هذا؟ نوح على الحق يا أم مهدي نوح بالتأكيد على الحق على الحق؟ نعم كيف لرجل لا يملك شيئا من متاع الدنيا أن يرفض كل هذه الأموال؟ إلا إذا كان على الحق تقصد أن هناك ما هو أفضل من كل متاع الدنيا وأموالها عند نوح؟ نعم يا زوجتي نعم وما هو؟ الله الله؟ نعم يا قويسة الله الواحد الأحد إذن أنت تدعوني لترك عبادة ود وسواع يا زوجي؟ نعم أدعوك إلى هذا يا قويسة ولكني من المستحيل من المستحيل أن أترك آلهتي التي نشأت على عبادتها مستحيل إنها أصنام أصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا يا قويسة مستحيل 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 أن أترك آلهتي لا لا وهنا نجد أن نوح عليه السلام رغم أنه ضعيف وفقير إلا أن قومه يخافون من انتشار دعوته ولهذا فهم يعرضون عليه المال والجاه ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة ما زال نوح يتعبد ربه ويدعو الله أن يهدي قومه لدين الحق والابتعاد عن الضلال والشرك وعبادة الأصنام ورغم كل شيء استمر نوح في بناء السفينة غير ملتفت لما يفعله قومه من مؤامرات له ولأهله ولأسرته استمر نوح في يقينه بالله الواحد الأحد يدعو الناس إلى عبادته وتوحيده دون ملل أو يأس أو كسل أو تراجع تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون هل تتخيل حقا أنها سوف تسير في الصحراء يا رجل عد إلى صوابك فقد أصبحت أضحوكة يسخر منها الكبير والصغير مجنون أنت يا نوح مجنون حقا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكن نوحا لم يلتفت لهذا بل استمر في بناء سفينته فوق الرمال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليجزي الله الصابرين أجرهم بغير حساب هذه هي السفينة التي يصنعها نوح يا مهدي ولماذا يصنعها يا أبي هذا أمر يحيرني يا ولدي لذلك سبب بالتأكيد ولكن الناس لا يعرفون ولكني على يقين أنه يفعل ذلك بوحي من الله كيف ذلك يا أبي حدثني أكثر إن نوحا يدعونا جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له ثم ماذا يا أبي وأن نترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويساوي بين الأمير والفقير نعم يا ولدي ولماذا لا نتبع هذا الدين الحق يا أبي أنا بكل جوارحي أميل إلى اتباع هذا الدين مع نوح النبي دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علىنا وأمرهم باستغفار الله تعالى وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إنهم اتبعوا دعوته فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا كان نوح على يقين أن ربه سوف ينصره على هؤلاء مهما طال الزمن ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ظل نوح وأبناؤه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم واستمر قومه في استهزائه حتى بدأ في الدعاء عليهم لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله أيام وننتهي من المهمة ترى ماذا سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة هذا أمر لا يعلمه إلا الله ونحن نمتثل لأمر الله نوح عليه السلام ذاق العذاب مع هؤلاء العصى لمئات السنين نعم وصبر على هذا البلاء واحتسب حان وقت الوعد الحق وانتهى بناء السفينة وجاء أمر الله لسيدنا نوح بالاستعداد للخروج من القرية الظالم أهلها أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين اثنين فإن الحياة سوف تبدأ صفحة جديدة مع المؤمنين الصالحين تا إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريا ومرسا إن ربي لغفور رحيم فبدأ سيدنا نوح بالصعود مع من آمن معه من قومه وأهله إلى السفينة فقد جاء العذاب الذي أنذر به قومه وظهرت الآية التي تدل على العذاب المنتظر وبدأ المطر ينزل بغزارة من السماء وانفجرت الأرض بالماء وغرق القوم كلهم ولما بحث سيدنا نوح عن ابنه وجده يصعد جبلا هربا من الغرق قال نوح لولده يا بني اركب معنا لكنه رفض لن اركب معكم ساوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله ولكن ولده أبا وعصى لن اركب معكم سأصعد إلى جبل عظيم يعصمني من الماء وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنا وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وبعد انتهاء عذاب الظالمين جاء أمر الله للسماء أن تتوقف عن إنزال المطر وللأرض أن تعيد الماء فيها وذهب الماء وكأنه لم يكن وتوقفت سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي ونزل منها مع من آمن معه بسلام ولما غرق ابن سيدنا نوح دعا نوح ربه وقال إنه من أهلي وإنك وعدتني أن تنجي لي أهلي فقال له ربه إنه ليس من أهلك إلا الذين آمنوا وكان الوعد بنجاتهم فسؤالك هذا عمل غير صالح وإني أنذرك أن تكون من الجاهلين فندم سيدنا نوح واستغفر ربه على سؤاله وطلب منه العفو والمغفرة وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيضك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم